الفائدة الامريكية انخفضت 50 نقطة تأثير ده ايه علينا وهل كده البنك المركزي المصري هيخفض اسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم ده الى جانب احنا هنعمل ايه بعد خفض اسعار الفائدة الامريكية وتأثيره على الدهب والدولار نفسه وتأثيره ايضا على اسواء المال مجلس الاحتياط الفدرالي الامريكي او البنك المركزي الامريكي من مارس 2022 وليه مارس 2022 لانه كان بعد الحرب الروسية الاوكرونية اللي بعض الناس لحد الان متخيلة ان الحرب دي مش هتأثر على الدول لا ده أثرت على الدول وبشكل كبير جدا خلال الفتر الماضي المهم انه هو من مارس 2022 وحتى يوليو 2023 كان البنك المركزي بيرفع اسعار الفائدة 25 نقطة 25 نقطة 50 نقطة 75 نقطة كل ده عشان خاطر يواجه التضخم وقدر فعلا البنك المركزي الامريكي انه هو يحقق هدفين في السياسة دي الهدف الاول انه هو يخفض معدلات التضخم اللي وصلت لاثنين ومص الشهر الماضي الحاجة التانية انه هو ما يخشش في مرحلة تركون زي ما حضراتكم عارفين ان كل ما برفع اسعار الفائدة تكلفة الاقراض بتزيد ولما تكلفة الاقراض بتزيد ده بيؤدي لمشاكل اقتصادية المشاكل الاقتصادية دي تتمثل في انه مفيش مشروعات جديدة بيتم تأسسها لانها بتعتمد على جزء من الاقتراض مفيش توسعات في المشروعات وبالتالي هيحصل مشكلة في البطالة وده اللي حصل في الولايات المتحدة الامريكية انه عملية التوظيف وسوء العمل حصل في طباطه او مشاكل وده كان من ضمن الاسباب الرئاسية اللي خلى الفدرالي الامريكي او نخلينا نقول البنك المركزي الامريكي يخفض اسعار الفائدة خمسين نقطة علشان خاطر يبدأ يحرك الاقتصاد ويبدأ فيه حاجة اسمها خلق وظائف العملية دي لها تأثير على كل اسواق العالم على فكرة يعني مش بس على السوق الامريكي على اعتبار ان اولا الدولار بيخش في نسبة 80% من احتياطات كل الدول على المستوى العالمي تالي جانب السوفت اللي بتحكم فيه حركة الاموال وايضا قوة الاقتصاد الامريكي والقوة العسكرية مع الاقتصاد الامريكي المهم ان الاقتصاد الامريكي بيؤثر في كل اقتصاديات دول العالم ومن يوليو عشرين تلاتة وعشرين وحتى الشهر الماضي البنك المركزي الامريكي كان يبقي على اسعار الفائدة بدون تغيير لحد مبارح بس خفض اسعار الفائدة خمسين نقطة ومعنى ان هو يخفض اسعار الفائدة خمسين نقطة زي ما قلنا في حلقات كتيرة قبل كده هنبدأ بقى نشم نفسنا شوية لاني الدولار كان دايما بيروح على السندات وزون الخزانة الامريكية دلوقتي بيجي خمسة الى ربع في المية وخمسة في المية فاسعار الفائدة الامريكية بدأت تنخفض لما اسعار الفائدة الامريكية بتبدأ تنخفض بيحصل كذا حاجة الحاجة الاولانية هي قصة الدهب وان الناس بتبدأ تروح للدهب بس اللي بيخلينا نروح للدهب اكتر هو التوترات السياسية اللي موجودة في المنطقة ده ايضا بتكون من عوامل زيادة الطلب على الدهب شفنا بعد قرار البنك الامريكي ما حصلش اي حاجة وحصل استقرار في اسعار الدهب اللي ارتفع هو اسعار النفط ده الى جانب بعض مؤشرات الاسهم زي السوق الاوروبي والسوق الامريكي لكن على مستوى الدهب ما حصلش تحرك كبير ولما نيجي نشوف تأثير ده على الاسواق النشاة وعليه نحن كافراد هنلاقي ان على الاسواق النشاة ده يؤدي الى عودة او مزيد من تدفقات الاستثمارات الاجنبية سواء كان في ادوات الدين الحكومية او في البورصة وده بيزيد من حجم المعروض من الدولار فممكن يؤدي الى ان الدولار يبدأ يتراجع بس مش هتراجع بشكل كبير لان لسه ما زلنا في ازمة وما زلنا في عدم اليقين الا اذا الدولة طرحت بعض المشروعات الكبيرة زي مشروع رأس الحكمة كده مليارات من الدولارات زي اللي حصل الحاجة التانية انا كفرض ايه اللي ممكن اتأثر اللي ممكن تتأثر به ان الشهادات الدولارية اللي هي موجودة حاليا ممكن يعاد النظر فيها خلال الفترة القادمة يعني فيه شهادة 9% و7% ممكن ما نلاقيش الشهادات دي خلال الفترة القادمة ده الى جانب ان ده مؤشر ممكن البنك المركزي المصري يبدأ يخفض اسعار الفيضة لكن التوقعات لسه ما زالت معدلات التضخم مرتفعة عندنا واللي هنشوفها الشهر اللي جاي وبنائنا عليها نقدر نقرر هل البنك المركزي هيبدأ يخفض اسعار الفيضة ولا هيبقي اسعار الفيضة حتى نهاية العام ومعنى ان هو يبقي حتى نهاية العام ده هيكون فيه مزيد من التضفقات النقضية لان المستثمر الاجنابي هيلاقي فيه عائد ايجابي او عائد حقيقي على اوزون الخزانة والسندات وعلى فكرة هم حقق عائد خلال الفترة الماضية لكن هيحقق عائد اكبر مع ثبات اسعار الفيضة وانخفاض اسعار الفيضة الامريكية في ظل توقعات ان البنك المركزي الامريكي هيخفض اسعار الفيضة 50 نقطة خلال الفترة اللي جاي طب هل الشهادات اللي هي بالجنيه المصري ممكن تتأثر لو البنك المركزي المصري بدأ ياخد سياسة خفض اسعار الفيضة اكيد الشهادات اللي هي مرتفعة مش هتلقوها وان شاء الله هنعمل لحضراتكو حلقة كده طب نعمل ايه لو البنك المركزي يخفض اسعار الفيضة خلي بالك انت لازم تفكر من دلوقتي تستناش لما البنك المركزي يخفض اسعار الفيضة في اتجاه عالمي مش بس الولايات المتحدة الامريكية ده اوروبا وطبعا دول الخليج بالتبعية مع الفيضة الامريكية ودول كتيرة جدا بدأت تخفض في اسعار الفيضة يبقى لازم انت تفكر من دلوقتي ازاي انك انت تعيد حساباتك وتعيد الاستثمارات بتاعتك في ضوء الاتجاه العام لخفض اسعار الفيضة في النهاية احنا بنتكلم على توقعات ولكن تلازم تفكر من النهاردة ما تستناش قرار البنك المركزي المصري وده اللي هنقوله في الحلقة اللي جاية ان شاء الله تابعونا وما تنساش تضغط على الجرس وتشارك الاصدقاء عشان خاطر يوصل لك كل جديد دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بص كده على القناة بحيث تدى تتعرف على الفيديوهات الموجودة على القناة لان في كتير من تسألات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات تعملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعملات العملاء السؤال جاء على القناة بيستفسر حوالين ايه هو الفرق ما بين الحساب الجاري المدين او القرد بضمان الاوعية في البداية الاثنين قرد ده بيكون قرد بضمان الشهادة والتاني ايضا بيكون قرد بضمان اوعية الدخارية موجودة داخل البنوك او بضمان سمعة العميل نفسه مع تاريخه مع البنك فالبنك بيشوف ان العميل ده منتظم والعميل ده عنده ملاقة مالية كويسة